اشتركوا في القناة تم توقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية الجلاء البريطانية عن مصر حدثت مفاوضات الجلاء عام 1953 بعد توقيع اتفاقية السودان مباشرة وكشفت عن التناقض في اهداف كل من الطرفين المتفاوضين إذ كان هدف مصر منها توقيع اتفاقية تضمن جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس في حين كانت بريطانيا تهدف لضم مصر الى التحالف الغربي يعني التحالف الغربي المناهض للاتحاد السوفيتي بدريعة الدفاع عن الشرق الاوسط زي النهاردة ايضا اطول خصوف كل للقمر في القرن الحادي والعشرين في 27 يوليو عام 2018 حدث اطول خصوف كل للقمر الذي مر عبر مركز ظل الارض حدث الخصوف عندما كان القمر بالقرب من ابعد مسافة له من الارض مما تسبب في ظهور القمر اصغر من المعتاد واستمر الخصوف الكل ساعة واحدة و43 دقيقة وتزامن هذا الخصوف مع اقتراب المريخ من الارض وهو تزامن يحدث مرة كل خمسة وعشرين الف عام زي النهاردة ايضا ميلاد الشاعر اللبناني انسي الحاج في 27 يوليو عام 1937 ولد الكاتب والشاعر اللبناني انسي الحاج قال عنه الشاعر دونيس انه الانقى بيننا من اهم اعماله ديوان لن ديوان الرأس المقطوع ديوان ماضي الايام الاتية ترجمت مختارات من قصائده الى الفرنسية الانجليزية الالمانية البرتغالية ولغات اخرى عديدة زي النهاردة كمان ميلاد الكاتب الكبير اسامة انور عكاشا في 27 يوليو عام 1941 ولد الكاتب المصري الكبير اسامة انور عكاشا تنوع عطاء الابداع بين الادب الدراما السينما فصدرت له مجموعة قصصية منها خارج الدنيا مقاطع من اغنية قديمة وعدة رويات منها احلام في برج بابل ومنخفض الهند الموسمي ومن اهم اعماله السينمائية فيلم كتيبة الاعدام دماء على الاسفلت وقدم للتلفزيون اعمال خالدة حققت شعبية كبيرة منها لايالي الحلمية رحلة ابو العيلة البشري ضمير قبل حكمة والشهد والدموع زي النهاردة ذكر وفاة تشاه ايران محمد رضا بهلوي خلف محمد رضا بهلوي اباه شاها ليران بعد ان اطاحت قوى التخالف بالشاه الاب خوفا من جنوحه ناحية هتلر وذلك اثناء الحرب العالمية الثانية وتعتبر الاميرة فوزية ابنة ملك مصر فؤاد الاول هي الزوجة الاولى لمحمد رضا بهلوي وانجب طفلة واحدة هي الاميرة شهيناز بهلوي ثم تم الطلاق بينهما بعد بضعة اعوام مسببا ازمة كبيرة بين مصر وايران وفي عام 1979 ارغم الشاه على مغادرة ايران عقب الثورة الايرانية ورفضت الكثير من الدول استقباله الى ان نزل بطائرته في اسوان واستضاف الرئيس انور السادات في مصر ثم غادرها ليتعرض الى مصاعب وازمات في كل دول ذهب اليها ومرة اخرى عاد الى مصر بطائرة ارسلها اليه الرئيس السادات وتوفي في القاهرة في 27 يوليو عام 1980 عن عمر يناهز 61 عاما وذلك بعد صراع مع مرض السرطان